بسم الله الرحمن الرحيم أو تسير التجويد نتحدث فيها عن بعض القواعد التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم القرآن و قبل أن ندخل في درس اليوم بقيت معنا أمس عشر تلاوات سنمر عليها ثم بعد ذلك ندخل في درس اليوم إن شاء الله جل وعلا فنبدأ بأول تلاوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله معكم أخوكم عبد الحكيم حيث بالعيد من مدينة الدار الغضاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويوتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر بريئة بارك الله في أخينا عبد الحكيم أيت سعيد من أو أيت بالعيد نعم عبد الحكيم أيت بالعيد بارك الله فيك أخي الكريم انتبه إلى المدود انتبه إلى المدود حاول أن تجعل المدود على نسق واحد المتصل ست والمنفصل ست والبدل يجعله أربع ثم انتبه إلى كلمة الصلاة فيها لام مغلظة كما ذكرنا أمس ثم انتبه كذلك إلى كلمة نار في نار جهنم حاول أن تجعلها ممالة نعم ثم أخ آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زاكى عبد المجيد من مدينة الصخيرات المغرب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيما وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويوت الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة بارك الله في أخينا عبد المجيد من الصخيرات حفظك الله أخي الكريم انتبه إلى كلمة الصلاة الصلاة في هلم مغلظة ثم انتبه كذلك إلى كلمة في نار في نار ففيها إمالة بقية القواعد مضبوطة بارك الله فيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمي عبد الله السلاك من مدينة أقدير المغرب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويوت الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة بارك الله فيك أخي الكريم خفذك الله وسددك أخونا عبد الله من مدينة أقادير انتبه إلى المدود انتبه إلى المدود حاول أن تمد المنفصل وقد ذكرناه بارحة البارحة رجعنا درس البارحة المنفصل مده ستة حركات و المتصل ستة حركات و البدل أربع حركات حاول أن تنتبه إلى المدود في آخر حلقة أمس ذكرنا هذه القواعد ثم انتبه إلى كلمة الصلاة الصلاة اللام مغلظة وقد ذكرنا ذلك أمس ثم نار فيها إمالة صغراء إمالة صغراء المد من قوله تعالى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا هنا مدين يجب أن تمدهما فقد أغفلت أولهما بارك الله فيك أخي الكريم ثم أخ آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عثمان شبلي مدينة سيد بن نور المملكة المغربية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةِ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُوتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرْطُ الْبَرِيئَةَ بارك الله في أخينا عثمان شبلي من مدينة سيد بن نور انتبه بارك الله فيك إلى الها أو الموقوف عليها مطهرة قيمة لا تقلق لها لا تقول مطهرة قيمة لا فقط مطهرة قيمة ويوت الزكاة ثم انتبه إلى كلمة نير فيها إمالة صغراء أما كلمة البريئة فقد مددتها أكثر من ست حركات لذلك مدها فقط ست حركات بارك الله فيك أخي الكريم نعم أخ آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم في الله حمزة أسد من الدار البيضاء المغرب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تات يوم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويوتوا الزكاة وذلك دين القيمة بارك الله في أخينا حمزة أسد من الدار البيضاء أخ مواضب على الحلقة ودائما ما يتواصل على الصفحة نفع الله بك انتبه إلى كلمة الصلاة الصلاة حاول أن تغلض اللام ثم انتبه إلى المدود حاول أن تضبطها على ما ذكرنا من المقادير نعم ثم أخ آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والاسم محمد علي ثابت مانع من مدينة عدن اليمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية بارك الله في أخينا محمد علي ثابت من اليمن تلاوة جميلة قرأتها لحفص العاصم والقواعد مضبوطة سأل الله تعالى أن يبارك فيك نعم ثم تالي آخر السلام عليكم أهدام غازوي من مدينة خنيفرة من المغرب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين منفكين حتى تاتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويوت الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة بارك الله في أخينا آدم غزوي من مدينة خنيفرة انتبه بارك الله فيك إلى أحكام النون الساكنة مثلا منفكين منفكين عندك إخفاء ثم قوله تعالى رسول من الله إدغان بغنة رسول من هذا ذكرناه البارحة صحوف فيها صحوف مطهرة كذلك إدغان بغنة إن الذين إن فيها غنة كذلك انتبه إلى كلمة الصلاة ألم مغلظة فيها وانتبه كذلك إلى كلمة نير ففيها فيها إمالة صغرى ثم حاول أن تضبط مقادير المدود حاول أن تضبط مقادير المدود بارك الله فيك نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمي حافظ عبد الحيع العمري المدينة بالهري من ولاية كرناتكا الدولة الهند أريد أن أتلو صورة البيّنة مدنية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية بارك الله في أخينا حافظ عبد الحق أو عبد الحي العمري من الهند سأل الله تعالى أن يبارك فيك وفي إخواننا المسلمين في الهند إنه ولي ذلك والقادر عليه قرأت برواية حفصنا عاصم سورة البينة أمررنا هذا الجزء وفي الحصة المقبلة سنتم ها الجزء الذي بقي وتلاوتك جميلة وقواعد مضبوطة ليست عليها أي ملاحظة سأل الله تعالى أن يبارك فيك معنا آخر تلاوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الدنس من الدار البيضاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويقيم الصلاة ويوت الزكاة وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ نعم ربما قرأ الأخ القيمة طيب لم تتم الجزء المخصص لا حرجة في ذلك حاول أخي الكريم أن تنتبه إلى التاء صحة لك في الحلقة الماضية التاء يجب أن تتخلص من اللكنة البيضاوية أو الكازوية بمغربيتنا حينما تنطق حرف التاء لا تقول تاء كتب كتب لا كتو كتب فيها كتب قيمة من بعد ما جاءتهم لا تقول جاءتهم بي تلك التاء التي فيها لكنة بيضاوية فالعربية الفصيحة التاء العربية الفصيحة ليست مخلوطة بالسين جميل أن يحافظ الواحد على لكنته ولكن في قراءة القرآن ننطق الحرف عربيا فصيحا ثم انتبه كذلك إلى قوله تعالى كتب قيمة تحتاج هنا إلى تحتاج هنا إلى هذه القاعدة كتب قيمة قاعدة الإخفاء فيها كتب قيمة ثم انتبه إلى الخاء لا تقول مخلصين 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 له الدين ثم انتبه إلى كلمة الصلاة حاول أن تغلظ اللامة أكثر الصلاة الصلاة لم مغلظة ثم حاول أن لا تضيف ألفا بين الميم والتاء في كلمة القيمة لا تقول القيمة القيمة لا القيمة مفهوم؟ كذلك البينة لا تقول البينة لا تمد النون هذا ما كان من ملاحظات على تلاوة أخينا عثمان بداز من مدينة الدار البيضاء ثم ننتقل إلى درس اليوم إن يسر الله إن يسر الله جل وعلا ومحاضرة اليوم ستكون حول باب من أبواب المدود باب من أبواب المدود ولينظر الإخوان في الشرائح التي هي على الوجه المطلوب سنحاول أن نسجل طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والله وبعد فهذه المحاضرة العشرون أو الدرس العشرون من دروس التجويد وقد أسمينا هذه السيسلة تيسير التجويد نذكر فيها ما يتعلق بقواعد ورش وحفص ليكون جمهور هذه الدروس واسعا لأن أغلب الدول غير المغاربية يقرؤون برواة حفص عن عاصم لكي لا نحرمهم أيضا لذلك نذكر ما ورد عن الإمام حفص أيضا إذن باب المدود ذكرنا المدود وقسمناها إلى أقسم أولا قسمنا المدود إلى الطبيعي والفرعي ثم بعد ذلك قسمنا الطبيعية إلى أقسام ثلاثة ثم بعد ذلك قسمنا الفرعية باعتبار السبب إلى قسمين ما كان سببه همز وما كان سببه سكون ثم قسمنا ما كان سببه أو قسمنا المدى الفرعية إلى أربعة أو إلى ثلاثة أقسام باعتبار الحكم قلنا هناك مد لازم ومد واجب ومد جائز ذكرنا اللازم الذي سببه سكون مثقل أو مشدد وقسمناه إلى أربعة أقسام المد اللازم الكلمي المثقل والكلمي المخفف والحرفي المثقل والحرفي المخفف ثم بعد ذلك انتقلنا إلى المد الواجب وقلنا هو المد المتصل وذكرنا أن مقداره عند ورش ستة حركات ومقداره عند حفص من طريق الشاطبية أربع حركات ثم بعد ذلك ذكرنا القسم الثالثة من أقسام المدود باعتبار الحكم ألا وهو الحكم أو المد الجائز الذي يجوز مده ويجوز قصره وذكرنا أنه على أربعة أنواع المنفصل والعارض للسكون والمد مد البدل ومد الليل ذكرنا المنفصل وأن ورشا يمده ستة حركات وأن حفصا يمده أربع حركات وذكرنا المد العارض للسكون وذكرنا أن القراء اتفقوا على أن يمدوه إما حركتين أو أربع أو ست ثم سنذكر في هذه الحلقة إن يسر الله جل وعلا مد البدل إذن كما يظهر على الشاشة مد البدل وهو أن يقع قبل حرف المد همز في كلمة واحدة أن يقع قبل حرف المد همز في كلمة واحدة مثال كلمة آمن لو نظرنا فيها نجد أن الهمزة والمد في كلمة واحدة ووقعت الهمزة قبل المد إذن هذا هو البدل طبعا سمي بدلا لأن الهمزة الثانية أبدلت حرف مد فأصل آمن أصلها أأمن ثم من الإيمان وأصل آكل أصلها أأكل فيكون ذلك بمثابة إبدال إذن ذلك سمي حرف أو مد البدل كذلك مثال آخر الآخرة 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 بالنسبة لورش يقرأ بالنقل وهذا سوف نرى كذلك الأولى 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 كذلك فيها حرف همز حرف همز وسابع سابع سابع وبعده حرف وبعده حرف مد جميل إذن هذا ما يتعلق بأمثلة المد البدل مد البدل مقداره عند حفص حركتان مقداره عند حفص حركتان وجميع القراء يقرؤونه بحركتين إلا ورش إلا ورش بطرقه فإنه يقرأه بالأربع والست أيضا أما ناقالون وهو تلميذ نافع أيضا فيقرأه كبقية القراء بالحركتين إذن ورش تفرد عن القراء كلهم بهذا الأمر واختص بهذا الباب لذلك سوف نقف عنده وقفة يسيرة إذن مقداره عند ورش له من طريق الأرزرق ثلاثة أوجه ثلاثة أوجه أولا القصر حركتان ثم الوجه الثالث الطول ست حركات والوجه الثاني أربع حركات أربع حركات إذن لنا ثلاثة أوجه في البدل إما أن تقرأ بحركتين وإما أن تقرأ بأربع حركات وإما أن تقرأ بست حركات والبدل متى ما قرأت به بمقدار أو قرأته أو قرأته بمقدار لابد لك أن لك أن ماذا؟ لابد لك أن تراعي قواعد أخرى متعلقة به قواعد أخرى يحكم البدل على باب الإمالات ويحكم البدل كذلك على باب اللين على مد اللين إذن ينتبه الطالب لهذا الأمر أنواع البدل عند ورش أنواع البدل عند ورش هو نوعان هو نوعان بالإجمال نوعان أولا البدل المحقق البدل المحقق يكون فيه الهمز ثابتا يكون فيه الهمز ثابتا ككلمة آمنوا 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 الهمز الأول الهمز الأول آمنوا أو كلمة رؤوف 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 حيث كذلك الهمز فيه ثابت يعني محقق ثانيا البدل المغير البدل المغير وهو على أقسام أولا مغير بالتسهيل مغير بالتسهيل والتسهيل سوف نراه فيما يستقبل كقولنا مثلا آمنوا آمنوا من سورة الأعراف وطه والشعراء من سورة الأعراف وطه والشعراء آمنوا التي في سورة طه والأعراف والشعراء أما بقية المواضع فهي بدل محقق كذلك بدل مغير بالنقل بدل مغير بالنقل كقولنا مثلا من السماء يا يه من السماء يا يه طبعا إذا التقت همزتان أحدهما مكسورة وثانية ساكنة وثانية مفتوحة فإن ورشاً نعم هنا ربما قلبت الترتيب ربما قلبت الترتيب بدل مغير بالإبدال هذا هو مثاله بدل مغير بالإبدال هذا هو مثاله المغير بالإبدال كقولنا من السماء يا يه فنغير الثانية نبدل الياء الثانية نبدلها حرف حرف ماذا حرف ياء أو الهمزة الثانية نبدلها حرف كقولنا مثلا يهدي من يشاء ولا نبدل الهمزة الثانية واوً وهذا سوف نراه في الهمز في الهمز المزدوج من كلمتين إذن هذا البدل هنا كلمة آية آية جاء همز وجاء بعده مد هذا البدل يسمى بدلاً مغيراً بالإبدال ثم بدل مغير بالنقل ككلمة الآخرة وقلت أنني قد قلبت المثال في لم أنتبه لذلك الأمر الآخرة لا نقول الآخرة وإنما ننقل حركة الهمز إلى الساكن قبله وقد ذكرنا هذا مراراً وتكراراً ولعل الأمر واضح عند الطلبة إذن بدل مغير بالتسهيل حينما تكون الهمزة التي تسبق المدة مسهلة ثم بدل مغير بالنقل حينما تكون الهمزة التي تسبق المدة منقولة حركتها وبدل مغير بماذا؟ مغير بالإبدال حينما نستبدل الهمزة بحرف من الحروف إما الواو أو أوي أو الياء جميل وكذلك بالنسبة للبدل المسهل يعني قد تجده يعني في غير هذا المثال الذي ذكرنا طيب كل هذه الأنواع فيها الأوجه الثلاثة إلا ما كان المستثنن ونذكره لاحقاً يعني كل هذه الأنواع سواء كان البدل مغيراً بالنقل أو مغيراً بالتسهيل أو مغيراً كذلك بالإبدال فإن ورشاً يمده إلا ما كان إلا ما كان يعني مستثنن وأفضل مثال على المغير بالتسهيل قوله تعالى ولقد جاء آل فرعون ولقد جاء آل فرعون هذا هو المغير بالتسهيل ولكنه مستثنى ولكنه مستثنى لأننا نمده حركتين فقط وسنذكر ذلك لاحقاً ربما في باب الهمزة طيب مستثنيات البدل عند ورش هناك ثمانية أشياء يستثنيها البدل يستثنيها ورش من مد البدل بمعنى ليس له فيها إلا ماذا إلا القصر أو هناك شيء يعني ربما هناك أوجه مختلف فيها طيب أولاً إذا وقع الهمز بعد ساكن صحيح متصل به إذا وقع هذه المسائل تحفظ أيها الطلبة هذه المسائل تحفظ إذا وقع الهمز بعد ساكن صحيح متصل به إذا وقع الهمز بعد ساكن صحيح متصل به مثلاً القرآن القرآن لا نقول القرآن لا نمدها أربع حركات أو ست لا حركتين فقط لأن الهمز وقع بعد ساكن الراء ساكنة مفهوم ساكنة ومتصلة بالهمزة وصحيحة ليست حرف علة ليست حرف حرف علة مثلاً قد تجد مثالاً فيه حرف علة إن وجدت هذا المثال أطرحه عليكم كذلك مسؤولة 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 وقعت الهمزة بعد ساكن اللي هو السين الذي هو السين ساكن متصل به وهو حرف حرف صحيح ليس حرف علة ثانياً كلمة إسرائيل إسرائيل هذه الكلمة لا يمدها ورش إلا حركتين يعني همز البدل فيها لأن فيها مدين إسراء راء هذا مد متصل هذا نمده ستة حركات عند ورش ولكن إيل الهمزة والياء التي بعدها لا يمدها ورش إلا حركتين إلا حركتين إلا أن يقف عليها فيكون ذلك من بابي من بابي العارض للسكون وسنذكره إذا التقى عندنا مداني أيهما أيهما يغلب هذا سنذكره في آخر في آخر الباب كذلك الثالث الألف المبدلة من تنوين الألف المبدلة من تنوين يعني أن يكون هناك همزة منونة منونة تنوين الفتح ثم يأتي بعدها ألف ألف العوض مثلاً هزؤا هزؤا فلا نمدها لا نقول هزؤا أربع حركة لا إنما نمدها حركتين هزؤا كذلك ملجأا لو يجدون ملجأا فلا تمد ست حركة أو أربع إذا كنت تقرأ بالطول في البدل أو تقرأ بالتوسط لا إنما حركتين فقط كذلك نداء نداء ماء وهكذا الأمثلة الأمثلة كثيرة التي فيها ألف العوض الرابع المستثنى الرابع كل مد وقع بعد همز وصل بعد همز الوصل مثال إيتي إيتي بقرآن إيتي لو بدأت فتقول إيتي بقرآن إيتي بقرآن لا تقول إيتي بقرآن لا غلط إي ذلي إي ذلي نقول ومنهم من يقولوا ذلي يقولوا ذلي ولا تفتني لا تمدها لا تقول يقول غلط أو تقول حينما تقف وتبدأ بها إي ذلي لا تقول إي ذلي وإنما تمد فقط حركتين حركتين مثال آخر أتمن فلودي الذي تمن فلودي الذي تمن أمانته لا تمد أكثر لا تمد أكثر من ذلك خامسا المستثنى الخامس كلمة يواخذ أينما وقعت كيف ما وقعت يواخذكم يواخدنا تواقدنا كيف ما وقعت الهمزة هنا مغيرة مغيرة صارت وهو وهو مستثنى لأننا رأينا في البدل المغير أنه كذلك يمد ولكن هذه الكلمة مستثنى ثم سادسا كلمة عاد اللولى عاد اللولى على الصحيح لأن هناك من يمدها هناك يعني أوجه أو هناك من مدها من طريق الأزرق أيضا عاد اللولى ويمسورة النجم وعادا قال الله تعالى وثمود فما أبقى و ذهبت الآية عاد اللولى وثمود فما فما أبقى مهم عاد اللولى هذا الموضع الوحيد الذي تقرأ بهذا الشكل عاد اللولى وثمود فما فما أبقى من صورة من صورة النجم فنقرأها بماذا نقرأها بالحركتين ولن أدخل إلى تفاصيل لماذا صارت عاد اللولى ولا نقول عادني لولى مهم هذه تفاصيل كثيرة قد نتطرق إليها في درس نحوين أو غير ذلك طيب سبعة أو المستثنى السابع كلمة آلانة آلانة من موضعي سورة يونس و من موضعي سورة يونس موضعين في سورة في سورة يونس على الصحيح كذلك خلاف يعني بين بين القراء في هذا كلمة لانة لانة آل آنة ليست الهمزة الأولى ليست الهمزة الأولى هذه الهمزة الأولى آل آنة أو آلانة هذا الأمر تابع تابع للازم تابع للمد اللازم و قد نذكره وحده في حلقة مستقلة لأن الكلام فيها طويل جدا في كلمة آلانة من موضع سورة يونس هذه المسائل جمعها بعض مشايخنا في أبيات فقال و قد لا تجد هذه الأبيات على النط لأنها غير منشورة فقال يا طالبا من بدل ما قد خرج طبرا أخي فهو مفتاح الفرج ثم ذكر المسائل الثمانية إن همزة بعد صحيح قد سكن متصلا كذا كإسرائيل عن إذن ذكر هنا اثنين أن تقع الهمزة بعد صحيح ساكن متصن به ذلك قال إن همزة بعد صحيح قد سكن متصل يعني صحيح متصل قد سكنت يعني قد سكن هذا المتصل كذا كإسرائيل الكلمة الثانية هو المستثنى الثاني إسرائيل و كل مد بعد همز الوصل هذا المستثنى الآخر فاستثنهي نحو يقول ذلي فاستثنهي نحو يقول ذلي فأعطاك مثالا إذن هذا الثالث نحن ذكرنا ثمانية هذا الثالث الرابع والآلف المبدلة والآلف المبدلة من تنوين والآلف المبدلة من تنوين وقفا كملجأ بغير مين إذن هذا هذا الرابع ثم واستثني لو يواخذ حيث تقع لو يواخذ الخامس والخلف في آلان عادا السادس والسابع نحن ذكرنا نحن ذكرنا ثمانية إذن الأول الأول الهمز الذي وقع الذي وقع بعد 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 ساكن بعد ساكن صحيح متصل هذا الأول ثم الثاني كلمة إسرائيل الثالث أن يكون هناك همز وصل الرابع أن تكون ألف مبدلة من من تنوين الخامس كلمة يواخذ السادس كلمة آلان ثم السابع عادا عادا لولا ربما الثامن نعم سبعة ذكرنا نحن سبعة وليس ثمانية ذكرنا سبعة إذن ذكرهم الشيخ حفظه الله تعالى هو واحد من شيخنا سبعة يعني في هذا الموضع عندي غلط هنا عادا بدون ضد عادا لولا عي بمعنى عي افهم وعي هذه الأمور واحفظها من الوعي من نعم وعيت الشياء أي حفظته أي جعلت صدري وعاء له جميل إذن هذا ما يتعلق بمستثنيات البدل بقي هناك كلام حول اللي ومسائل متعلقة بهذا الباب سنذكرها في الحلقة المقبلة إن يسر الله جل وعلا إلى ذلك منحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شكرا للمشاهدة